خد بالك وانت بتشوف هذا المشهد مش بس في اطار التعزية كل مؤسسات الدولة كل اجهزتها كل ادارتها بتتحرك في تناغم واتصاق تام وفي تفاهم كامل لهذه الحادثة الانسانية وفي اصرار كامل على انه اذا كانوا اهلين اللي لازلوا في المستشفيات يحصلوا على اعلى رعاية ممكنة واهلين اللي بيروحوا هذه الكنيسة من اهلين المسيحيين المصريين تعاد بناء كنيستهم مرة تانية انا بس عايز اقول لك حاجة علشان شيء الحقيقة يدعو للأسف انه لسه فيه ناس بتطلع تقول كلام فارغ واللي يقول لك وده اللي انت هتشوفه معانا بالمناسبة في التقرير اللي يقول لك اصل العربيات بتاعة الاسعاف والمطافي مراحتش وراحت متأخرة ما حصلش ما حصلش انا هوريلك الناس وربنا سبحانه وتعالى عالم والله 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 انا ما اتكلمت مع حد قبل ما اوصل خالص يعني انا دخلت مسكت الميكروفون دخلت على الاهالي مباشرة قبط لازق كده فالناس تقول لي الحمد لله بالزبط كده قدر ولطف ده الاسعاف والمطافي جم ما فيش في دقايق احنا وانا قاعد مع الاهالي على الرصيف فكان قدامي يعني اللي انا شايفه بعنايا قدامي عربية المطافي وما الى ذلك اللي انا عايز اقولهولك اي موروث موجود في خلفيتك قبل كده ان لم يكن انتهى فبينتهي الدولة لم تعد متفرجة خالص بالعكس الدولة بتتحرك بمنتهى السرعة بمنتهى السرعة واقدر اقولك ما بينقصين وبمنتهى الكفاءة ده على سبيل المثال طيب خليني هنا ارجع معاك بعد اذنك لالكنيسة الارتدوكسية اصدرت الكنيسة بيان بشأن حريق كنيسة ابي سيفين في منطقة مطار مبابة في الجيزة والكنيسة قالت في بيانها انه شب حريق كبير في كنيسة الشهيد ابي سيفين في منطقة مطار مبابة اثناء القداس الالهي صباح اليوم قداس الاحد كما جرت العادة مما اسفر عن اصابة بعض المصلين وتم نقلهم لمستشفى بابة العام ومستشفى العجوزة وقالت مصادر ايضا من وزارة الصحة ان الوفيات وصلت زي ما بنقول لحضراتكم لواحد واربعين شخص بينما بلغ عدد المصابين قداست البابا قدم التعزية في الضحايا وبيشير الى انه يتابع مع الاجهزة المعنية كل الامور المتعلقة بالحادث وقال قداسته في تعزيته نتابع بكل الاساء الحادث الاليم الذي وقع صباح اليوم في كنيسة الشهيد العظيم ماركوريوس ابي سيفين بمنطقة مطار مبابة شمال الجيزة ونحن على تواصل مستمر مع القيادات المحلية بالمحافظة ووزارة الصحة وكافة المسئولين وإذ نعزي أسر الضحايا فإننا نصلي من أجل المصابين والمجروحين واثقين أن يد الله ترحمنا جميعا وينتهي أو تنتهي هنا تعزية البابا خد